صباح الخير على كل مشاهدينا وطابعينا برحب بكم دكتور محمد طلعت في حلقة جديدة من برنامج أطباء مصر حلقة النهاردة حلقة مختلفة حلقة تجميل الأسنان أو الحلقة اللي بتكون في مجال طب الفم والأسنان دي حلقة لها رونة خاصة وليها معزة خاصة على قلبي ليه؟ لأن ده مجالي وده تخصصي وده مجال شغلي وده المجال المحبب إلى قلبي خصوصا لما يكون معي حد أنا بعتز شخصيا أنه هو وظيف عندي خصوصا أنه هو بحر في عالم طب الأسنان تجميل الأسنان يختلف تماما عن تجميل الابتسامة تجميل الأسنان شيء وتجميل الابتسامة شيء تاني آخر هننقشي النهاردة إيه الفرق بين تجميل الأسنان وتجميل الابتسامة لأن حضرتك ممكن تروح لدكتور يعمل لك حشوية يعمل لك طبيب كده جميل لك أسنانك إنما هل خلى أسنانك متنسقة مع شكلك ومتنسقة مع لون بشرتك ومتنسقة مع الستايل بتاعك هو ده تجميل الابتسامة هو ده اللي بيفرق طبيب متميز عن طبيب آخر الحاجة التانية إن الأسنان لما تكون غير مناسبة لشكل الوجه بتعمل مشكلة نفسية وبتعمل مشكلة جمالية الحاجة مهمة منتشرة سمعنا كتير إن شخص حب إنسانة من مجرد ضحكتها وما أكثر الأغاني التي تتغنى في ابتسامة الأنسة ودي حاجة منتشرة جدا يقول لك أول لما ضحكت وقعت في حبها الحقيقة إن الإنسان أو الشخص ممكن يقبل أي حاجة في الأنسة يعني الأشخاص هتلاقي أشخاص بيحبوا الأنسة الطويلة الرفيعة السوداء البيضاء إنما الأسنان الحاجة اللي هتلاقي أي حد سواء كان راجل أو سواء كان أنسة هتلاقيه مجمع على إن الأسنان لو ما كانتش كويسة بتكون حاجة وحشة ومش مظبوطة كتير بالله أشخاص شكلهم جميل وشكلهم في غاية الجمال لكن أول لما بيضحكوا الطبع ده بيتغير بيتغير تماما وبيتمح ليه؟ لأن ما فيش تجميل أسنان أو قد يكون هناك تجميل أسنان ولكن بشكل غير ملائم ممكن حاجة تانية ممكن يظهر على حضرتك علامات الشيخوخة المبكرة علامات الشيخوخة المبكرة هتقول لي من أسناني؟ آه ممكن تظهر من أسنانك علامات الشيخوخة المبكرة إزاي؟ عظم الفك أو عظم الوجه ده لما الأسنان بتقع بيتاكلت لأ الخطوط اللي هنا والشك كرمش انت بقيت دك سن غير سنك خالص ده كله من الأسنان؟ آه ده كله من الأسنان الحاجة المهمة جدا أن الأسنان بتحتاج مهارة خاصة ومهارة فائقة وطبيب الأسنان لازم يكون فنان لأنه بيشتغل بزوايا معينة وبمقاسات في أقل من ملي في 3 من 10 من ملي في 2 من 10 من ملي الشخص مثلا لو طبيب الأسنان عمل التركيبة أو عمل حشوية أو عمل حاجة بزاوية أو بشيء مش صح عايزة أقول لحضرتك أن الأكل اللي أنت بتنضغه أو بتاكله ده بينزل الفرصة دي بتنزل أو القوة دي بتنزل لو هي مش نازلة عمودية أو مش نازلة باتجاه صحيح ممكن تضر أسنانك أنا بدل ما زبطت الدنيا لأ أنا بواست الدنيا رصة الأسنان دي ربنا خلقها بيعني بترتيب في غاية الدقة أنا لو جينا نبص مثلا على الأسنان هلقيها مكونة من كاسة طبقة أول طبقة هل اسمها طبقة يتقل إنامل أو المينة الطبقة دي حاجة اسمها بريتل يعني قوية جدا تكاد تكون من أكثر الخلايا والأنسجة في جسم الإنسان في القوة ولكن في نفس الوقت لها شرط إنها تكون قوية إيه هو الشرط؟ إن يبقى أول طبقة قوية إيه هو الشرط عشان تكون قوية؟ إن يكون في حاجة عملالها صبورت حاجة عملالها دعامة أنا بشبهها تشبيه حلو جدا اللي هو زي لوح الإزاز أنا لو عندي لوح إزاز وحطه على ترابيزة زي دي إذن فيها الترابيزة الخشب عمل دعامة اللوح الإزاز لو وقف عليه فيل مش هيتكسر لو عد عليه من عربية مش هيتكسر إنما لو هو واقف كده وخبطه بأي حاجة هيتكسر برضو من حكمة ربنا ربنا لما خلق الأسنان خلق حوالين الأسنان أربطة أربطة صغيرة جدا ودقيقة جدا من وظيفها إن الأسنان لو لوحد خط خط أو لو لوحد اتخبط الأربطة دي بتسمح بحركة في سبيس صغير أو في لمت يعني في جزء صغير جدا بتتحرك بمقدار بسيط جدا ليه؟ عشان تشتغل كماص للصدمات وحد يقول لي طب هي لو مش موجودة لو الأسنان موجودة في العظم على طول كده طب ما يكون أقوى إيه اللي يخلي الأربطة دي تربط الأسنان بالعظم اللي حواليها والله حضرتك لو الأسنان موجودة في العظم على طول كده مع أقل خبطة ممكن الأسنان تقع بجزء من الفك فإذا طبيب الأسنان لما حضرتك بتروح له هو مش مجرد إن هي حشوية بيعملها لك أو مجرد إن هو حاجة بيحطها على أسنانك تبيض لا ده هو بيدرس حالة كاملة في غاية الدقة حالة معقدة في معايير دقيقة في معايير ثابتة في أشياء كتيرة هو بيرعيها مش مجرد إن هو بيعمل لك حشوية أو بيعمل لك حاجة زي ما قلت إن تجميل الأسنان في تطور مستمر تطور مش هكون ببالغ لو قلت إن التطور ده تطور يومي كل يوم عن يوم بيطلع ماتيريا جديدة بيطلع أجهزة جديدة بيطلع تكنيكس جديدة للشغل في تطور يومي في مجال طب الأسنان من أكثر المجالات في التقدم التكنولوجي الطبي ومجال طب الأسنان والحقيقة إن النهاردة هنتكلم عن تجميل الأسنان وكيف تصنع ابتسامة ساحرة وهيكون معايا ضيف عزيز علي أنا شخصيا ده أكثر شيء بيفرحني النهاردة أكثر حاجة فرحاني إن أنا معايا ضيف عزيز علي شخصيا كنت في يوم الأيام طالب بيدرسلي في كله الطب الفم والأسنان وأديه عارف إن هو طبيب يملك من المهارة ما يكفي لـ 30 سنة جايين مثلا في التقدم علميا ومهاريا وكل شيء ضيف العزيز الدكتور أحمد مجدي استشاري طب الأسنان مدرس الخواص من مواد الأسنان الحيوية دكتور أحمد صباح الخير نورتنا وشرفتنا وبشكر حضرتك جدا لوجود حضرتك معنا النهاردة في أطباء مصر الشرف لي أنا طبعا وأنا فخور بيك إن أنا كنت بدرس لك أنت وقبليك دكتور علي برضو في الحقيقة أنا بكون في غاية السعادة لما بكون قاعد قدام أستاذي بفرح لما كنا أنا في يوم الأيام كنت بتلقى العلم على أي دكاتر زي حضرتك ربنا يبرك في حضرتك وأنا بشكر حضرتك جدا وعايزة نبدأ بحاجة بقى موضوع الحلقة عنوان الحلقة اللي احنا حطناه وإحنا اتعمدنا إن احنا ما نتناقشش في السكريبت أو ما نتناقشش في حاجات كتير أو ما نحضرش أسئلة لإن لما يكون الموزع دكتور والضيف دكتور وأنا تلميص حضرتك فهي مش ناقص حاجة بس هو النقطة اللي من ساعة لما حطنا موضوع الحلقة عملت قلق وناس كتير جدا سألوني عليها اللي هي كيف تصنع ابتسامة ساحرة تمام ايه كيف تصنع ابتسامة ساحرة ايه انت جايب دكتور ايه فهو العنوان كان موفق جدا كان في حدوتة كده عايزة حكيها كان في الحرب العالمية التانية كان في عالم روسي حبي يشوف ايه اكتر حاجة تشد الشخص في لما يشوف حده قديمه فطلع من كده باستنتاجين قالك ان لما ببص في وش اللي قديمي اكتر حاجة بتبقى تركتف هي العينين والفم جميل ليه؟ قالك لسببين ان هما ليهم جزء متحرك يعني عينك بتتحرك وشفافك بتتحرك والتاني حاجة فيه كونتراست فيه التناسق في الالوان بين العين الحدقة بتاعتها ليها لون ووراها خلفية بيضة ونفس الفكرة في الاسنان ان عندك لون الشفيف رز الاسنان بيضة التجويف في الفم من جوه لونه اسود بدون مقاطع الكلام حضرتك يعني اللي يثبت الكلام ده او اللي يأكد الكلام ده اكثر الاغاني اللي تغنت في الانسة هي للعين وللفم الزبط كده فاحنا مش هنقولك اسنان بس احنا لأ برضو معنا العينين برضو بتساعد معنا تمام الاسنان بقى الفرق بين السنة ما حتطلعها حشوة جمالية وفرق بين اللي ابتسامة تبقى اللي ابتسامة جميلة ده السؤال المهم جدا بقى اول حاجة عايزة بدأ بيها الفرق بين تجميل الاسنان وتجميل الابتسامة زي ما حضرتك قلت برضو السنة لو انا هبصلها لوحدة ممكن اعمل لها حشوة تبقى جميلة ممكن اعمل لها كراون يبقى حيلة ممكن اختار لها لون لوحدة طب هل اللون ده متناسق معي متناسق مع لون بشرتي عشان اقول كلمة ابتسامة جميلة يبقى انا محتاج تناسق تام بين بين كل انسجة الواجه كله اه تمام البشرة بتعتمد معي يعني اما جميل سنة قايمة بذاتها كده اذا ان انا عملت تجميل للسنة قد تكون مناسبة بقى للواجه وقد تكون لا بالزبط كده تجميل الابتسامة بقى زي ما حضرتك بتقول ان انا اعمل هارموني اعمل تناسق بقى بينها وبين انسجة الواجه كله بالزبط كده ابسط مثال لما يجي لك مثلا مريض ويقولك انا عايز ابيض اسناني هتبيضها لدرجة ايه احنا كشعوب شعب متوسط شعوب البحر قبل المتوسط لون بشرتنا غامق سنة الجنس القوقازي ماينفعش تبقى اسناني بيضة قوي قوي لا ما تنفعش يبقى لون الابيض الفاتح ده مش جميل اللي احنا محتاجين دايما حضرتك بتقول لنا حاجة افتكرتها دلوقتي لو انت ماشي في الشارع او لو اي مريض ماشي في الشارع وفتح بقه واي حد سأله انت عامل الحشواء دي فين او انت عامل التركيبة دي فين عشان بيضة قوي حتى لو عشان بيضة قوي اذا انت كده مش دكتور ناجح بالزبط كده انت لازم توصل تحاول تضاهي لربنا خلقه بالزبط فالحاجة الملفتة حتى لو كانت حلوة جدا ما بتكونش كويسة مظبوط ما ينفعش تبقى الحشوة تبان جميل تبان لدكتور الاسنان بس هو اللي يعرف يفرقها ما عادة ذلك لأ فيبقى احنا الغرض عشان نوصل لابتسامة جميلة ان احنا نشوف ايه لربنا خلقها ازاي ونحاول نوصل للمرحلة دي طب جميل طب ايه اللي يخلي الابتسامة سيئة ايه اللي يخليني قدرحكم ان الابتسامة سيئة اسباب كتير نقول اول حاجة مثلا ابسط حاجة ان سبغات الاسنان في السنة تكون عليها سبغات او تكون عليها جير ايه اسباب تكون الجير ابسط حاجة مثلا مفيش استعمال منتظم لفرشة ومعجون احنا بنقول فرشة ومعجون لازم مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة بليل على الاقل عشان كده تلاقي معجون الاسنان بيقول لك اللي اعلام بتاعه وحماية كل 12 ساعة يبقى مطلوب من حضرتك نغسسنا لنا الصبح ونغسسنا لنا قبل ما النام عشان احمي نفسه من الصبغات من الجير ومن الدساوس من الاتنين مظبوط ده كلام جميل والنصيحة اللي بنقولها برضو لأي مريض معلش اصحى بدري خمس دقايق ونمت اخر خمس دقايق واختسنانك في العشر دقايق دول طب انا عايز اسأل حرارك سؤال في نقطة الغسيل دي ان هي حاجة حاجة مهمة جدا ومعظم الناس ما بتعرفش ما بتعرفش لطريقة الغسيل الصح لان معظم معظم الناس اللي شفتهم او اللي بيجوا العيادات بيقسر اسنانه كده لا بشكل افق هل ده صح ولا شكل مش صحيح لا طبعا محطتك عارف الكلام ده كويس قوي ان احنا لازم نحط الفرشة بالزاوية 45 درجة وانحركها وحفظها لكم زي ما هما صفاء بسعودما قالت الصف الفقاني من فوقي لتحتي والتحتاني من تحتي لفقي جزت ان انا بعمل حركة خفيفة على السنة ماينفعش خالص ابز المجهود على السنة علشان ما نطيرش طبقة المينة الخارجية الحركة بسيطة عندي بزاوية 45 درجة وهو نصيحة برضو نخلي بالنا منها لما جاي اخسل السناني الدروس اللي فوق اخر دروس ورى حاول تقفل بقك سنة صغيرة علشان الفرشة تلاقي مكان تخش فيه لأنه لما بدخل في الحتة دي لو أنا فاتح بقك جامد الفك بيقفل المنطقة دي فالفرشة ما ينفعش تخش المنطقة بكون ديقة فأنا أقفل شوية وعشان أحاول أدخل ضم سنانك على بعضها بالزبط كده صح هتلاقي الفرشة دخلت معك غسيل الأسنان بنستعمل أي معجون أسنان طالما مالوش استعمال علاجي طالما دكتور أسنان ما طلبش منك معجون أسنان محدد كل معجين الأسنان كويسة الغرض من معجون الأسنان إن احنا بنشيل بطريقة ميكانيكية البلاك اللي تكون على السنة مش أكتر من كده فعشان كده بنقول لحضرتك مرتين في اليوم وبفورس قليلة ما تحطش قوة جامدة باستعمال الفرشة عشان نحافظ على الأسنان بتاعتنا تي نقطة مهمة جدا من أهميتها أنا أعيدها تاني طريقة الأسنان الأفقية كده خطأ تماما لأنها قلنا بتخلي حتى بواي الأكل تيجي ما بين الأسنان اللي هي الامبريجر وما بين الأسنان فممكن تساويص الأسنان فأنا كده أنا كده بغسل أنا بضر مش بنفع أسنان يبقى ما كنتش غسلت أحسن ده ربنا خلق أصلا الأسنان يا دكتور زي ما محرق كنت بتقول لنا الأسنان بتتقابل في نقطة في بوينت مش في لاينت عشان الأكل يزحلق عليها بالبلة دي في يعمل مسائش فأنا لما بعمل كده بضر وضي نقطة كويس جدا إن حرق وضحتها لنا ننتقل بقى من قبل ما ننتقل من المتصبغات والجير الجير حضرتك قلت إنه هو لازم نشيله حاجة شائعة جدا حاجة منتشرة بنسمعها بشكل يومي الجير ده ماسك الأسنان لو شلته أسنانها تقع أنا بحس إنه لما بشيله أسناني طولت ما بفيش حاجة ماسكاها بالضبط تعليق حضرتك البلاك اللي تكون بيتكون كل 12 ساعة عشان كده بنقول نغسل سنانها البلاك عبارة عن إيه عبارة عن كتلة بكتيرية أستاذ حراك معنا صور الجير على هوا بالضبط كده دي جير موجود على السطح الداخلي للأسنان الأمامية من جوا من ناحية اللسان الجير ده بيتكون اللي هو عن طريق بيحصل ترصب للبلاك البلاك بدل ما هو كتلة طرية سهل إن هي تتشرب بفرشة والمعجون لأ ده حصله من في شوية معادة نترصبت عليه فخليته صلب يعني هو في الأول بيبقى حاجة طرية حاجة حاجة مش صلبة استمر المريض ما بيغسلش أو استمر الإنسان ما بيغسلش لحد ما بقى صلب ووصل للمرحلة اللي احنا شايفينها دي صلبت كده ودي جير وعليسة بغاية نتيجة وجود بقى شرب مشروبات ملونة زي القهوة والشاي والمياه الغازية الملونة والكلام ده كله أو بعض المأكلات اللي فيها السلفر والكلام ده كله فخلي اللون وصل للمنظر ده طبعا كده المريض بيبتدي يتدايق ما بيبقاش مبسوط بالحالة دي بيحاول يحل المشكلة بعد إذن حضرتك حاول نحلها بنفسنا ما تحاولش تحلها بنفسك حاول تروح لدكتوري أسنان يحلها لك جميل لأن احنا بنسمع حاجات كتير غلط دي الصورة اللي بعدها دكتور آه دي الصورة اللي بعدها بس لو حاولنا نجيب الصورة الأولانية هتهاليق بفور وأفتر يعني الصورة هتلاقي تحتها حتى أفتر بليس تجيبها لي طيب دي عبارة عن سبغات موجودة كده فطبعا ديقت المريض روح لدكتور أسنان الصورة دي واحد من الطلاب العزاء بعتهالي يعني هو اللي عامل الحالة تنظيف الجير حاجة سهلة جدا لما تروح لأي دكتور أسنان موضوع بسيط مش موضوع صعب خالص السهل ان احنا نعمله طيب قبل ما نعلق على الصورة كنا بنتكلم عن النقطة اللي احنا بتسمعها بشكل يومي أنا لما بشيل الجير بحس إن أسناني سايبة بالظبط كده طيب هو إيه مشكلة الجير الجير دي عبارة عن كتلة بكتيرية صلبة يعني صلبة يعني إيه يعني أنا مش هعرف أشيلها كمريض لوحدي لازم دكتور أسناني شيلها لي وقلنا كتلة بكتيرية يعني إيه بكتيريا يعني حاجة بتضمر بتضمر إيه بتعمل التهاب في اللاسة والالتهاب ده بيأجل إن العظم بتاع الفك يتاكل وهنا المشكلة الخطر يعني أنا ماينفعش أسيب أسناني بالمنظر ده ممكن نقل بالصورة اللي بعدها دي برضو لو بصينا كده فوق هنلاقي فيه شوية من الجير حوالين الأسنان من السطح الخارجي لما شلناها بقى المنظر كده دي في نفس الزيارة دي برضو أحد طلابي اللي عامل الحالة دي ممكن الصورة اللي بعدها نفس الفكرة هنا لو بصينا هنلاقي فيه برضو سبغات موجودة حوالين الأسنان ده جير وتسبغ برضو وده لما شلنا الجير اللي تحتها ممكن الصورة اللي بعدها بصي هنا كده ده جير بس مش مسبوغ قوي يعني لو بصينا كده على صورة اللي ناحية الشمال ده كتل يعني ده كتل بس مش ملوينة بالضبط فممكن المريض ما يتدقش منها لأ بعد إذن حضرتك دي مشكلة الجير ده تحدي ذاته مش حلو الليه بقى؟ اهد لحد دك الصورة اللي بعدية ده عظم الفك ذاب ليه لإن احنا مغسلناش الصورة اللي عليمين عشان عشان المشاهدين فضو صورة لعليمين المفروض العظم يكن وصل لليفل عالي زي زي الشمال الصورة الشمال ده الصورة نور myths الشمال العظم وصل لحد فين؟ دي صورة أشعة لو بصنا على صورة تانية العليمين القسوة ده معناه أن ما فيش عظم موجود القسوة ده ما فيش عات القسوة ده المكان اللي فيه الجير المكان اللي كان في الجير وشلنا الجير منه اللي كان في الجير بالزبط كده طيب عايزين بقى نبص كده نبص شوف طول السنة قد ايه اللي مش متحوط بعضم بالنسبة لطول السنة المتحوط لعضم هنلاقي النسبة مش متحوط بعضم مساحة كبيرة جدا بالزبط كده ايه اللي سبب الحالة دي اللي خلان نوصل للمرحلة دي ان الجير فضلنا سيبينه فترة طويلة البكتيريا قاعدة شغالة خلت العضم يتاكل معايا يبقى بعد اذن حضرتك اي جير عندي لازم يتشال ما ينفعش نسيبه ليه لانه عبارة عن كتلة صلبة طب هنشيره ازاي نروح لدكتور الاسنان الموضوع بسيط جدا سهل جدا بسيط ويعني الواحد نفس اشوف ثقافة الاتشيكاب عندنا كنفس اشوف نسبة كبيرة نفس اشوف الناس كلها رايحة لطبيب الاسنان كل ست شهور كل سنة انا جاي اعمل متابعة الاسناني جاي اشوف في اي حاجة تعال فري ومش هندفعك حاجة بس ما تسيبش نفسك توصل لمرحلة متأخرية طب يا دكتور حرارك كنت قلت ان الصبغات الصبغات حرارك قلت انها داخليها بخارجية اه الصبغات الخارجية اللي احنا شفناها في الصور جي الخارجية بتبقى مدايقة لشكل المريض طيب في بقى صبغات بتبقى موجودة جوه السنة اللي موجودة جوه السنة جي هنعمل فيها ايه لا كده الموضوع بقى صعب شوية انا محتاج اعمل طبيض للاسنان بليتشينج الطبيض بتعمل ازاي بنحط مادة كيميائية المادة جي عندك قدرة انها تخترق انسجة السنة تخش جواها وتأكسد الصبغات اللي موجودة جي اللي مركبات قليلة شوية فلونها بيروح يعني المادة جي زكية شوية بتخش تشيل صبغة صودة عندها القدرة لاختراق الانسجة بالزبط كده تخش تجيب الحاجة اللي عملاها لللون السود وتطلع في سلام في امان تكسر المادة جوه وخلاص على كده عملناها جميل ده الدخلي صح ده الصبغات الدخلي اللي هي الطبيض وفعلا الطبيض بيجيب معنا نتائج ممكن نجيب الصورة اللي بعدها باعزهابك طيب نكمل عبامة الوافرية اللي عدد هيجيب الصورة حالا الطبيض الصورة معنا يا دكتور اهي دي صورة قبل وبعد الطبيض ده صورة بار عن صبغات دخليها للسنة زي ولو احنا بصنا على الصورة اللي فوق انت شايف حضرتك ان الاسنان مفيش عليها حاجة من برا لأ بس اللونها غامق عايزين نضيض اللون ده نفتح اللون ده فبنعمل ايه الطبيض اه الطبيض عملية بتبقى حساسة شوية لازم بيبقى فيها حرص قوي من الدكتور لازم مهارة لازم مهارة الطبيب تتدخل فيها بالضبط كده وبيبقى فيها حتيات قوية بناخدها قبل عملية الطبيض طبعا قبل ما طبيض الليزر والطبيض الكيميائي بالضبط فكرة الطبيض كالقاتي زي احنا قلنا هي مادة كيميائية بتخش السنة تختارقها عشان تكسر السبغات الداخلية اللي موجودة جوا السنة المادة دي لازم بتتنشط يحصل لها اكتيفاشن بتتنشط ازاي عن طريق حاجتين يا اما الضوء يا اما هي تفاعل كيميائي يعني مادتين بخلطهم ببعض بيتفاعلوا كيميائيا مع بعض يبتدي يحصل التنشيط ده او عن طريق الضوء يعني ايه يعني بحط المادة على سطح السنة وبجيب جهاز بالضوء يتحط وزي ما احنا عارفين طبعا ان الليزر ده احد انواع الضوء فممكن يكون فيه طبيض بالضوء العادي الضوء الازرق او طبيض عن طريق الليزر اللي اتنين نفس الفكرة نفسها تمام ده كان الصبغات الداخلية بالزبط كده لسه احنا في اول نقطة بالزبط ما دخلناش على تاني نقطة نشوف فيديو الطبيض نشوف فيديو الطبيض ندخل على تاني نقطة ده هنا زي ما قلنا الاحتياطات لازم بنبقى فتحين الفم بالجهاز زي كده لازم بنعزل انسكة الفم كلها لمادة الطبيض دي مادة كيميائية قوية هنا بنحط قطم حوالين الاسنان بنخطي باللسة انحط الفوق وتحت اهوت وزي ما احنا شايفين المريض لابس نضارة اورنج علشان الضوء بتاع الطبيض ما يقزيش العينين تماما انا كده عزلت جزئيا الاسنان المادة اللي بتتحطي دي بقى بنغطي بيها اللسة تماما مش عايز اي نقطة من اللسة تبان كبروتكتور كحماية بروتكتور هي الباريير بتاع الحامي بتاعه علشان يحمي اللسة لان زي ما قلنا المادة قوية جدا مادة كيميائية قوية جدا هتتضمر الانسجة ادي المادة حطناها بعد كده اللي بتحطي دلوقتي ده المادة اللي بتدخلط دي وبتتحطها على سطح السنة ده المادة الطبيض نفسها بتحط الاول على سطح السنة كده بعد كده بنبتجي نفردها على سطح الاسنان كلها اهو بيفردها دي المادة اللي هتقوم بالمهم دي المادة الكيميائية اللي هتقوم بالمهم للطبيض دلوقتي فرشتها على سطح الاسنان كلها خلاص كده ببتجي قوم جاة بحاطة جهاز الضوء بتاع الجهاز عشان ينشط المادة الطبيض دي حسنا اعمل لها بتحط الفترة محددة ممكن تلت ساعة ده الجهاز هو طبعا محطوط سهلا انا عايز اقول حاجة برضو صورة قبل وبعد عايز اقول حاجة برضو في الطبيض ان احنا عرضنا عرضنا الفيديو الفيديو بيوضح حاجة طب ممكن الشخص يجي في باله طب انا ممكن اجيب المادة دي واعملها في بيتي احنا لازم نوضح ان الطبيض نفسه نفسه الدرجة اللي هراجها توصل لها لازم الطبيب اللي حديتها تمام انا اتعمدت اجيب الفيديو مخصوص ليه علشان نوصل للنقطة دي زي ما قلنا مادة الطبيض مادة كيميائية قوية جدا الدكتور بيبقى هو شغلك عينه فوسط راسه مركز في كل تفصيلة الوقت اللي بنحط الباريير فيه بيبقى اصعب وقته اكتر وقت لازم بنركز فيه طيب لو هنعمل الطبيض في البيت والكلام ده منازل في الاسواق برضو طيب بيفرق ايه طبيدي البيت عن طبيض لا ده اللي بيفتو لا ده اللي بيفتو بالزبط كده اول حاجة تركيز المادة كيميائية بيبقى اضعف بكتير عشان طبعا لو جت بالغلط على اللاسة وده احتمال وارد جدا لان المريض بيحطه لنفسه لو دكتور سنان بيحطه لنفسه مش ياخد باله طبعا محا محدش بيشتغل لنفسه فالتركيز بيبقى ليل فحضرتك هتحط وقت اكتر وهتاخد فترة اطول وطالما التركيز اقل يبقى النتيجة اللي هتطلع هتبقى ايه برضو اقل يبقى الطبيض كده معي خد وقت اطول ونتيجة مش قوي انا ما بحبزش الطبيض المنزلي لا لو سمحت نروح لدكتور الاسنان على الاقل هو عارف هو بيتعامل بايه هتديني نتيجة اسرع وهيديني نتائج مور سيفتي امان اكتر ليه طيب ننتقل لنقطة التانية السبب التاني قلنا الصبعات حرك زكرتنا كذا سبب اللي هو مثلا الانامل او صوائط الميناء المشاكل اللي فيه طيب ممكن بربنا يبقى خلقنا بسنان مش الميناء بتاعتها مش هي الايديال زي مثلا الناس اللي بتشرب من مياه فيها نسبة فلورايد عالية وهم صغيرين فيطلع سطح السنة متضمر من برة الست لو هي حامل خادت نوع من انواع المضادات الحيوية زي الترا سايكل اندب معيب خلقية بالزبط تبقى السنة فيها مشكلة في الميناء بتاعت الاسنان كل المشاكل دي بتخلي سطح السنة ملوي الطبيض بيحل بنسبة كبيرة المشكلة دي البليتشنج نفسه عنده القدرة الكويس ان هو يحل المشاكل اللي بتظهر دي نيجي بقى للكون عاديين منتكلم فيها اللي اقترح لنا اقترحته وبرضه حدا كنت عايز تقوله ايضا وصفات المنزلية للطبيض احنا بنقول يا جماعة بعد طب انا هسا اذا حرق نشيل الوصفات المنزلية دي ونخليها الخرافات المنتشرة بالزبط كده انا سمعت كلام كتير جدا 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 الناس بتقولك هات شوية تراملة البحر كده كربوناتو وفاحم و بالزبط والقرونفل عشان المسكن بالزبط كده القرونفل المسكن ده لو في تساوز ده ممكن نعديها شوية انما بقى الفحمة والكربوناتو والحاجات اللي بنسمعها دي وسلك التنظيف بتاع وسلك الغسيل الاخبار والحاجات دي بصبت كله انا سمعت كمية كلام ايه يا جماعة اللي حصل ده حرم عليك دي سنتك دي حاجة ربنا خلقها لك ايه اللي بتعمله ده ممنوع يا جماعة بعد اذنكم لو سمحته لو سمحته بلاش الاختراعات دي كل الحاجات دي مش كويسة هو بيحصل ايه هو بيشيل طبقة السبغات بالطبقة من مينة السنان كمان بالضبط يعني طبقة المينة اللي هي طبقة الانها من الاول طبقة اللي احنا قلنا عليها اللي هي الشفافة بكويسة اللي هي اقوى طبقة زي ما قلت في المقدمة بالضبط كده هو بيشيل مينة حت بالضبط كده ما هتبيض ما غصب عنا هتبيض بس بعد كده هتبيض لمدة تدق ايه بقى بعد كده سطح المينة الناعم الاملس اللي ما بيخليش حاجة تلزق عليه بقى خشن هيحصل إيه؟ هيبقى عرضة أكتر للسراغات يعني كذا مريض جالي أنا في مريض بيقول لي أنا استعملت صنفرة جاب ورية الصنفرة ونلمع بيها سنان وبيقول لي ما هبيضت طب وبعدين قال لي بعد كده لقيتها بقت بتتصبغ بصورة أعلى ليه بقت بتصبغ بصورة أعلى؟ لأن طبقة المينة بقت خشنة هل هنقدر نرجعها تاني؟ تكلت يعني بالزبط كده هي فعلا بتبيض بتبيض المدة يوم وترجع تاني أسوأ من الأول بمراحل كتير بالزبط زي السراميك السراميك ليه ما بياخدش صبغات لأنه هو ناعم ومتقفل عليه من بره بس كده أنت طبقة المينة نفس الفكرة بتاعتها نعمة ومتقفلة من بره مفيش صبغات هتخش جواه حضرتك لعبت في طبقة المينة دي خلاص هنا بقت المشكلة عندي الطبقة بقت خشنة وبقت مفرغة سهل إنها تمتص الصبغات جواه السنة وساعتها دخلنا في مشكلة كبيرة مش حاجة سهلة فبعد إذن الناس لو سمحتوا يا ريت نروح لدكتور الأسنان الموضوع سهل جدا بسيط جدا مش كل الحالات بتحتاج طبيعي لو أنت خاف منه لو عملنا تلميع عادي وإزالة صبغات ده بيشيل نسبة صبغات بصورة كبيرة جدا ممكن تبقى حضرتك راضي بنسبة كبيرة جدا على النتيجة اللي وصلت لها مش محتاجين أي وصفات منزلية لو سمحتوا طب الآن سأذينك ناخد ثالث سبب بقى ثالث سبب من أسباب الابتسامة السيئة أو اللي ممكن يخلي الابتسامة السيئة تساوس الأسنان جميل طبعا عارفين كلنا التساوس مش نتكلم عليه تساوس الأسنان أسباب التساوس لا ده في يعني أنا لسه برضو عندنا ناس معتقدة أن التساوس الأسنان ده يعني حاجة سودة بس مش مقتنعين ما بيقدروش يقتنعوا أن التساوس ده ممكن يدخلك من طبقة المينة يخش ينتشر تحت في الدنتين أو في العاج من حاجة أنت مش شايفة بالعينة المجرد بلسه نفكرين أن التساوس هو يعني نص السنة مكسور نص الدرس مكسور أو لازم يكون في لون سود عشان كده اللي حضرتك ركزت عليها لازم نعمل فحص دوري يا سلام يا دكتور الفحص الدوري بيخلينا نكتشف التساوس وهو صغير أوي 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 كل ما التساوس يبقى صغير كل ما علاجه بيبقى سهل كل ما نتاج نجاحه أعلى بكتير طبقة المينة زي ما حضرتك قلت في الأول هي طبقة قوية جدا التساوس مش هيمشي فيها بسهولة نسبة المعادن فيها بتوصل لـ 98% يعتبر ما فيهاش مواد أورجانيك أغلبها إن أورجانيك 98% تحتها طبقة الدنتين اللي هي العاج دي نسبة المينرالز فيها 55% فالتساوس ينتشر فين أكتر؟ أكيد فيها مينرالز أقل فيبتدي يأكل في العاج اللي تحت لحد ما يخلي طبقة المينة مفرغة تحتها فاضي فهي كسر ساعتها المريض يجي يقول لك يا ده تسنة ساوس بقت وقفة على ما فيش خالزة الإزاز زي ما أحبنا أنه إحنا لو إزاز العربات خبط بطوبة بيكسر إنما لو إزاز على ترابيزه ما بيكسر بالزبط كده المريض يجي يقول لك أنا كنت باكل لقمة عيش والسنة تكسرت لا هي مش العيش اللي كسر السنة ده كان فيه تسوس عندك وخلى طبقة المينة غير مدعمة فبقت سهلة الكسر وإلما لك يا فندي من اللي كسر السنة وتقعدك أنك ما تروحش من أول لما المشكلة بدأت بالزبط كده فعشان كده بنأكد برضو تاني على الفحص المستمر للأسنان لازم نروح بصفة دورية لدكتور الأسنان كل ست شهور أو كل سنة بنعمل تشيك أب الدكتور بيبص يشوف فيه تسوس بسيط بنلحقه في أولها قبل ما نوصل لمرحلة إن إحنا تسوس كبر دخل للعصب السنة تكسرت وممكن للأسف أقول لك لأ للأسف إحنا السنة هتدخلع ما بقاش لها فايدة فنلحق التسوس من أوله ذكرنا ثلاث حاجات أيوة عشان المشاهدين يكونوا معنا من الأسباب اللي بتسامة سيئة ده اللي ممكن يخلي بتسامتك شكلها مش مقبول نخش على الحاجة الرابح تمام فقد الأسنان السنة تفقد إزاي؟ طبعا يا إما خط بوكس فيها تروما أو أي حاجة أو أي خطة حادثة لقدر الله والكلام ده كله وأكتر سبب هو تسوس الأسنان تسوس جي وحضرتك كل يوم تقوليه النهاردة بكرة هروح للدكتور لا أصلا النهاردة أجازة لا أصلا ورايا كذا النهاردة المطش أنا مش رايح لحد ما تسوس يكبر كسر السنة تسوس وصل للجدر نزل تحت العظم ساعتا نقول لك إيه السنة هوبلس كوس أو مضطر أسف أخر مضطر أسف في النخلع فقدنا سنة هتعرف تضحك لو سنة قدام أكيد لا لو سنة ورا هتلاقي وشك من بره بتدى يكرمش لأن العامل سببورت للخد عندك الأسنان لو خلعنا الأسنان يحصلين هتلاقي الخد بتدى يطبق تظهر علامات العجزة اللي احنا بنتكلم فيها أنا بشبه دي بحاجة حلوة الأسنان والنقطة اللي احنا بنتكلم فيها دي الهوى بالنسبة للبلونة أول لما أصحب منها الهوى البلونة بتنكمش وكرمش بالبلونة بالزبط كده فهو الأسنان والعظم الفك كده الهوى بالنسبة للبلونة أول ما يقع الأسنان تتساقط وقعد مدة مثلا ألاقي وش كرمش وتطبق وكبرت قبل سني أو عجزت قبل سني وزي ما كنا بنعمل المريض الطائم الجزئي الطائم الكلي لما يطلع من عندك بالطائم بيعمل ايه فرحان جدا يقولك ده أنا صغير هو صغير ليه أول حاجة أحساسه بأن فيه سنان رجعت له ده أحساس نفسي رقم اتنين وشه ابتدى يتفرد تاني الوش المتطبق ابتدى يتفرد وده بيخليه يحس بمنظر كويس طب ناخد سبب كمان من أسباب البسما السيئة الأسنان المعوجة بقى إعوجاج الأسنان ممكن يكون أسبابها أن وحدك صغير خلعت سنة ومعوطهاش أيام مرحلة الطفولة بنحط حاجة اسمه حافظ مكان أو حاجة زي كده أو المعلومة الملأسف منتشرة خاطئة جدا الحمد لله بتدت تتصلح بعند ناس كتير يقولك أنا مش هعيز أخلى على طفل سنانه لأن السنان لو تخلعت وهو طفل في احتمالية كبيرة أن يحصل إعوجاج في الأسنان أو لسبب خارج عن إرادتك أن حجم الأسنان غير متناسق مع حجم الفك يعني مثلا خدت حجم الأسنان الصغير من والدتك وخدت حجم الفك الكبير من والدك فنتج عن كده مسافة بين الأسنان أو العكس فبقى السنان عندك مزدحمة فيها ازدحمة في الحالتين دول الحل بتاعنا طبعا تقويم أسنان والدنيا بتبقى مبسوطة بنجي في نتاك حلوة قوي 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 والتقنيات الجديدة في تقويم خلته يخلص في فترات قليلة أنا عندي عندك تراح جي في دماغي دلوقتي وإحنا عالين لعوجاج الأسنان إحنا نعمل كورسات لو لها الأمور إن الأطفال كل سن بيقع عند كل سن لبني أو سن مولوب بالطفل بيقع عند سن إمتى وبيغير إمتى لو موقعش لازم لقى حضرتك تيجي عشان الدكتور يعمل لك إكس ري وأشعة ويتطمن عليها إحنا نعمل كورسات يا دكتور ده دور الإعلام بقى حضرتك دي ميزة إن حضرتك تبقى دكتور أسنان وإعلامي الاتنين مع بعض هتساعدنا في نشر الثقافة للأسنان والله على قد ما نقدر إحنا إن شاء الله انتهت طيب إحنا دلوقتي خلينا الناس اكتقى بيته وعملين نقول مشاكل إيه اللي ممكن يسبب سمى سيئة عادي إنه نخش بقى على الحلول عادي إنه نحل بقى المشاكل عالج العيوب دي إزاي أول حل قلناه اللي هو طبيض الأسنان واتكلمنا عليه باستفاضة وشرحناه جميل نخش بقى التساوث عايز أعمل حشوة للسنة المساوثة في عندي نوعين كبار من الحشوات نقدر نسميهم لو هقسمهم حشوات غير جمالية زي حشوة البلاتيني اللي هي حشوة الأمالجم دي بيبقى لونها اللي بيكون لونها أسود لونها فضي معدني مع الفعل الوقت بتبتدي لونها يسود الحشوات لها مميزات آه حشوة الأمالجم لها مميزات ومن أهم مميزات إن هي رخيصة شوية بتعيش فترات طويلة فبالتالي ده برضو بيقلل سعرها إن أنا مش كل شوية محتاجة رقوح أعدلها بتتحمل يعني بتتحمل آه وإحنا كدولة نامية أمالة أسية بالزبط كده وإحنا كدولة نامية بتعيش معانا أمالجمستيين ظهر مؤخرا بقى حشوات الضوئية لحشوة الكمبوزيت دي بقى اللي بقى كله يعملها دلوقتي دي اللي بقى كله ي بقى كله مهتم بحشوة الكمبوزيت وخصوص إن بقى فيها تقدم كبير بالزبط التحدثات اللي ظهرت في المادة نفسها وفي البوندينج إيجنت اللي هي المادة اللي بتشبك الحشوة في السنة على ذكر التحدثات أنا عايز على الهوى أبارك لحضرتك البحث اللي كان حضرتك النشرته قريب فأطباء مصر بنبارك لدكتور أحمد مجدي يعني ما شاء الله إحنا عندنا في مصر أطباء يعني لازم يتحطوا لو استمروا بنفس النسق أو دكتور مثلا زي دكتور أحمد مجدي عمل بحث هو ما قالش أنا دكتور في مصر وما فيش مجلات علمية عالية عندي في مصر وما فيش حد يهتم بي الصحف مش هتقلق هو عمل بحث وانتشار في مجلة علمية عالمية أبا باركلو أطباء مصر أصر برنامج أطباء مصر وقناة الصح والجمال بنباركلو على البحث المتشر في الآخر وعاية حرك قبل ما نكمل كلامنا تقولينا إيه مضمون البحث إيه مضمون البحث حشوات الكمبوزيت اللي من ضمن عيوبها نهاية بحصل لها انكماش لما بيجي حصل لها تنشف نعني بنحط الحشو جوبو المريض وبينجيب جهاز ضوئي يخلي الحشوة تتحول من الفورم الطرية بتاعتها اللي تبقى نشف في التحول ده الحشوة بتكش طبعا انكماش يعني إيه يعني يخلي الحشوة تفرق عن السنة الفرق ده يدخل بكتيريا ويدخل أكل فيعمل مشاكل من ضمنها مريض يشتكي من قلم من ضمنها إن يحصل تسوس تاني معشان فيه جابة حصلت فيه فتحة موجودة فدخل من خلالها البكتيريا طيب عايزين نقلل الانكماش ده ده كان موضوع البحث عندنا إن إحنا حطينا جوه الحشوة دي حاجة اسمها insert كان فيبر بوست جبنا فيبرز نوعين من أنواع الفايبرز وحطناهم جوه الحشوة وشفنا هل ده قلل الانكماش ولا مقللوش والحمد لله النتيجة ظهرت إن حصل تقليل لنسبة الانكماش ده فبالتالي كان يعتبر إفادة لإن أنا عندي الحشوات اللي هنحطها جوه السنة حاجتين كبيرة حجلتوا باسمك يا دكتور البحثة؟ طبعا أه متساكل طب ما فيش أخبار الشركات عندنا شركات في مصر شركات المنتجة للماتيريال لا هو ده لازم تكنيك يطبق بوسط الدكتور نفسه أنا بشتري الفايبر نفسه حاجة وبعد بحطه جوه السنة مش بيتباع مش ممكن يتباع الحشوة جوها منها فيها كده؟ لا لإن أنا الفايبر ده بقصه على قد السنة يعني بشوف حجم السنة الدقيقة وبتجي إيس حجم السنة وقطع حت بوسط على قدها ومحططها جوه السنة دي تكنيك دكتور الأسنان يستعمله جميل طيب عشان وقت حلقتنا مش بقى معنا أقل من 10 دقايق أعالج إزاي؟ أعالج المشاكل أجمي اللي بتسمى إزاي؟ أصنع بتسمى سحرة إزاي؟ أول حاجة قولنا الحشوات الضوئية قولنا الأول الطبيب الطبيب تاني حاجة الحشوات الضوئية وقلنا الحشوات ممكن تبقى تتعمل جوه بقى المريض يعني المريض يجيلي في نفس الزيارة ويطلع من عندي بحشوة أو بودي المعمل بودي المعمل يبقى أنا دخلت فيه تركيب طب ناخد صور الحشو معنا وإحنا نتكلم عن الحشو دي صورة سنة على الشمال هنا مكسورة سنة اللي في الوش عملنا لها حشوة اللي عمل الحشوة دي برضو واحد من طلابي أنا بيعجبني جداً يا دكتور إن حضرتك قريب من الطلبة أنا فخور بيكم آآ يعني ربنا ي أنا فخور بيكم إن انتو ما شاء الله يعني تبقوا في أماكن عالية جيدة بس في نفس الوقت يعني لما كنا عند حضرتك كنا بنقول إمتى ونفوك منه يعني ما قريب منهم بس برضو كبس على نفسه عشان تبقى دكتور ممتاز وهو النتيجة قدامك وهو انتو اللي شايفين طيب دي كانت سنة مكسورة وقدرنا نعمل لها الحشوة بتاعنا نعوضها بالشكل الجميل ده الموضوع سهل مش صعب ما تخافش كمريض لا الموضوع سهل إن احنا نحققه ممكن نشوف الصورة تانية دي بقى كانت سنة خلفية زي ما احنا شايفين كده في تانية صورة على الشمال اللي في النص دي كان فيه تسوس من الجنب ومن فوق شلنا التسوس وعلى الصورة اللي على يمين حطينا الحشوة بنفس شكل بنفس لون السنة وبقت الحشوة بتاعت جمالية وعاشت فترة طويلة ده الحشوات المباشرة اللي بتتعامل في قلب السنة لو التسوس هنا كان كبير كان ممكن بقى نستعمل فكرة الإنسرت اللي حطينا اللي هو الفايبر بوسط لنحط جوه الحشوة فبالتالي أقلل الانكماش وزود من قوة الحشو بتاعي تالت حاجة بقى او رابح حاجة أنا السنة عندي متكسرة تسبة كبيرة قوي 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 الحشو نفسه ماينفعش لحنا كنا منتكلم عن الحشوة المباشرة الحشوات المباشرة اللي هي اللي ما وصلتش عصب لسه بالظابط كده جميل او لو وصلت عصب وعملت حشو عصب بس نسبة السنة المتباقية تسمح ان انا اعمل حشوة مباشرة بالظابط يعني باقي من جسم السنة او من كتلة السنة من الحطام بتاع السنة مساحة تسمح ان انا اعمل حشوة مباشرة بالظابط كده تمام لو الحشو بقى لو تساوس بقى اكتر من كده بكتير هنعمل ايه للاسف الحشو مش هزبة محتاجين نعمل تركيبة مباشرة قبل ما نوضح انا عايز اعطزر المشاهدين عن الاتصالات لان فيه اتصالات كتير فلا مش هقدر اخد لان انا ما خلصش مثلا 10% من اللي عايز اطلع من دكتور احمد فالمهم يقدر المشاهدين يتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية الفيسبوك على الاعلامي دكتور محمد طلع ببرنامج اطباء مصر افضل يا دكتور فانا محتاج اعمل كراون للسنة محتاج اعمل تاج للسنة بيغطي السنة بيديها القوة اللي فقدتها تبقى السنة قوية تقدر تستحميل اكتر اللي في الصورة عندي هنا لأ ان الصورة اللي قابلية لو سمحت ده كان تربوش او كراون اتعمل عبارة عن مثل تحت معدن ومتغطي بطبقة بورسلين ده كان زمان وكان محقق نتاك جدا اول ما طلع والناس مبسوطة بي وان يا سلام ده عملت حشوة عملت كراون بنفسه ان الاسنان مش باين لا ده كان زمان دلوقتي احنا مؤخرا في اخر عشر سنين طلعت مواد كتير جدا حديد ده بيعمل مشاكل لو انه بيعمل مشاكل والتهابات والتهابات اللون لوحده مصدر لانه هو انضق معدني ده مش حاجة كويسة مش مريض ما بيوصلش فيه لشكل الجمالي الايجال اللي هو عايز يوصله لو شفنا الصورة اللي بعدها ده بقى الحديث ده شايف الكراون كله ازاي بورسلين كله ماتيريال لون الاسنان كله بزيبط لون الاسنان حاجة زي اسمها التجاري ايماكس اسمها العلمي تقيل شويتين لسه يا مضايسي الكاتف ايماكس لزيز خير ايماكس كويس وفيه منتجات تانية برضو تجارية بنفس المستوى برضو ايماكس صورة برضو او زركونيا دي صورة اللي فوق دي كان مريض مركب البورسلين فيوستو ميتل اللي هو المعدن اللي عليه البورسلين طبعا ما كانش الشكل عاجبه لما تحت غيرناها بيماكس بص الفرق بقى ازاي انا مش همش هتكلم الصورة الوحدة بتوصف نفسها ان هي وصفها الشكل الجمالي احسن الضوء بقى بيعاج من خلال السنة لان اصلا السنة ربنا خلقها ترانسلوسنت بتعدي جزء من الضوء ومتعديش جزء ترانسلوسنت يعني شفاف يعني شفافة نص ونص بالزبط كده شبه شفافة شبه شفافة تعدي جزء من الضوء وجزء ما تعديهوش انما المعدن معتم فبيعديش الضوء خالص الصورة اللي بعدها يا دكتور النفس الحالة برضو ده كان مريض عامل فوق برضو بورسين فيستوميتال وتحت عملناه بمادة تانية اسمها زيركونيا برضو كلها سيراميكس فطبعا الفرق باين برضو في الشكل الجمالي طيب هنا بقى دخلنا في مشكلة تانية ان المريض ده كان عنده اه 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 احنا قلنا في الصبغات اللي كنا بقولوا عليها في الاول ان اللون اه اه دي صبغات والمشكلة التانية عندي ان هو في المزد ابرلاترا الكونجينة المزد اه اه فيه سنة ما تكونتش عنده ربنا خلقه من غيرها كدعي بخلقي وكده طب حل المشكلة دي ايه انا في عندي اه سنة ناقصة فبنحلها عن طريق الشكل ده طبعا الحالة دي اه الحالة دي بالذات كان لازم يتعمل لها المنظر ده لان زي ما اتفقنا ناقصة فيها مشاكل في السنة تكوين السنة نفسها وفي الصبغات فكنا محتاجين نعمل البريدج ده الكوبري ده اللي هو مجموعة من الكراونز اللي ازقاف بعضها اه في حالات تانية ممكن يبقى التقويم حللية لو اسنان التانية سليمة هتقويم هرجع الناب لورا شوية هسيب مسافة للسنة الكونجينة المزد دي وهنتج نعمل زرع اسنان زي ما هنتكلم كمان شوية دي حالة دكتور عمر زملنا ده كان سنة مفقودة اهية عبارة حطنا الزرع اهية اللي هي في الصورة اللي فوق على الشمال الميتل ده ده جزء الزرع اللي محطوط وده الصورة اللي جنبيها ده الكراون بالجزء اللي بيزبك في الزرع موجود فيها والتحت دي الصورة النهائية بتاعتها ان احنا حطينا الكراون يبقى انا في الحالة دي عملت ايه؟ كان عندي سنة مفقودة وقدرت اعوضها بمنتهى البساطة عن طريق السنة نفسها ما عملناش الكوبري بتاعنا ما باردتش السنتين اللي جنبيهم الحالة دي انسب حالة لها كان ان احنا نعمل زرع اسنان الزرع هنا بيديني حلول لمشاكل كتيرة ابساطها ان انا سبت السنتين هنا لو بصنع المريض ده الجنبي ده كل اسنانه طارت ده كان عنده مشكلة في الفك كان عنده سيست طالعة مشكلة بثولوجيا يعني في كيس كان طالع في الفك فلما شلناه وصلنا للحالة دي طبعا المريض ده ما كانش نفعله حل غير ان احنا نعمل له زرع الزرع احيا المنطقة تاني كلها عملنا زرع بالتركيبة للاسنان كلها طبعا فرق المريض بقى مبسوط جدا بالتركيبة دي فالزرع بيحقق لي لمميزات انا اشكره الدكتور عمر دكتور عمر ستين لانه بحش البيريو مش عالاج اللاسن الحالة دي من بتاع الدكتور عمر اخيرا بقى الحاجة اللي عايزين نتكلم فيها بقى الفينيرز الحاجة اللي طلع مؤخرا سريعا معايا دقيقة حاطر الفينيرز دي طبقة خارجية هجيب حضرتك حلقة نقعد نستفيد فيه كلمة هوليو دي اسمايل وفينيرز عاملة قلبانا على الفيس وعاملة قلبانا على السوشيال ميديا عموما اوكي عايزين نقول فيها كلام كتير الفينيرز دي عبارة عن طبقة خارجية بتبقى قشرة بنعملها على سطح السنة بتغطي سطح السنة الخارجي فبتحللي مشاكل زي السبغات اللي موجودة على السنة لو الطبيض مش كافي معايا فالفينيرز تبقى حل معايا الفينير ممكن تبقى على سنة واحدة او الصورة اللي بعدها بليز على كذا سنة زي كده وممكن بنعمل كذا سنة دي بصورة كتيرة يعني عايزين نشوف الحالات بقى دي الفينير اتعاملت دايريكتب عن طريق حشوة الكمبوزت حشوة مباشرة اتعاملت في نفس الفيزت المريض دخل وخرج بنفس الحاجة زي كده مش مش الصورة اللي بعدها اللي هي دي اتعاملت في المعمل خدنا مقاس وراح تاني مرة المعمل جاي ركب الفينيرز الصورة دي قبل الصورة دي نفس القصة هنا الفينير حلت مشكلة تانية ان السطح الأسنان ما كانش مصبوط السنان كانت معوجة فانا قدرت اوصل للمنظر الجمالي بتاعها عن طريق الفينيرز هنا الفينيرز بتحل لي مشكلة تانية الصورة البعدها بليس شايفين الفلجة اللي موجودة بين الأسنان المسفات اللي موجودة دي الفينيرز قدرت تحلها لي الفينيرز ديتني حل لمشاكل كتيرة ما كناش عارفين نحلها قبل كده في نهاية هذا اللقاء انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور احمد استاذي اتشرفت بيك ونورتنا بشكرك بنياب عن أسرة أطباء ما شكري لك وانا الفخور بيك وكلك ودائما في نجاح ربنا يبرك في حضرتك في نهاية اللقاء كنت عايز انوه عن حاجة حاجة بسيطة في ديئة واحدة انا لما لما جيت عادت انا وقسرة البرنامج وانا واطباء حوالي 18 او 20 طبيب لقينا احنا ليه ما يكونش عندنا بنتناقش حوالين الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة توفى الله يرحمه يعني ليه ما يكونش عندنا بدل واحد الف والفين وعشر تلاف فقلنا نعمل حاجة جميلة جدا وانا احنا ك18 طبيب او ك18 دكتور ان احنا ندشن حملة او ننزل حملة اسمها مبادرة الغير قادرين بس طبيا يعني مثلا الاطباء دول هيكون الكاشف عندهم فري الفيزيت فري كل مجال بقى يعني مجال التجميل هيكون عنده حاجة معينة فري هي النساء هيكون حاجة فري فهي انا ببدأ فيها النهاردة تقدروا تواصله معانا وهنوصلكم بالطبيب المقتص بشكركم شكرا جزيلا اهلقاء دكتور محمد طلاعط محمد طلاعط